اشتركوا في القناة يحيى العمري رافق احدى هذه الحملات التفتيشية وعاد الينا بالتقرير التالي في ظل الاجراءات الاحترازية القائمة وحرصا على سلامة المواطنين والمقيمين من مرتدية المحال التجارية المستثنى من قرارات الغلق اطلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عددا من الحملات التفتيشية والرقابية بهدف تكثيف جهود المتابعة والتأكد من تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية في هذه المحلات طبعا بنانا على توصيات الفريق الطبي الوطني قمنا بتكثيف عمليات التفتيش في كافة محافظات المملكة وننزل السوق نتأكد من التزامهم بقرارات اللجنة التنسيقية وهي غلق المحلات التجارية غير الأساسية اللي غير مسموح لها تزول نشاط تجاري كالصالونات وغيرها وهناك محلات مستثناء أيضا نقوم بالتأكد من التزامها بالاشتراطات والاحترازات المطلوبة وهناك محلات اللي تلتزم بالطلبات الخارجية أيضا نتأكد من عدم الدخول الزبان لها احنا طال عمرك عندنا اول شيء الجهاز اللي نبتدي نشتغل عليه زين توضع لنا خطة موجودة عندنا سواء يعني نخلصها على شهر على شهرين على حسب ما احنا متى نقدر نخلصها خلال هاي الخطة اللي موجودة عندنا في عندنا أرقام المحلات أرقام السجلات العناوين كلها موجودة عندنا فأنا نبتدي محل محل نشيك عليهم على أنشطة اللي موجودة عندهم الترخيص اللي موجودة سواء عندها تخفيضات ما عندها تخفيضات شهر التخفيضات هاي طبعا لازم نتأكد بعد احنا منها يعني أغلب شيء نتأكد على أنشطة اللي موجودة في المحلات أي كان المحل طبعا خلال عملية التفتيش يتم التأكد من تطبيق كافة المعايير والإجراءات المطلوبة لمكافحة فيروس كورونا علاوة على التأكد من تطبيق المعايير الاعتيادية الأخرى مثل الأوراق الرسمية للأنشطة التجارية وإسعار المنتجات وصلاحياتها طبعا بالإضافة إلى التفتيش على قرارات اللجنة التنسيقية والفريق الوطني الطبي الخاصة بمكافحة فيروس كورونا ما ننسى وما نغفل أن نفتش على القوانين الروتينية والقوانين العادية مثل الاشتراطات الموجودة في قانون السجل التجاري أو الأنظمة الموجودة في قانون حماية المستهلك مثل الإعلان عن الأسعار لوحة الاسم التجاري خارج المحل المفروض تكون موجودة وبوضوح موجود فيها رقم السجل التجاري داخل المحل أيضا ما نغفل عن مثلا أدوات قياس الوزن اللي هي الميازين لازم تكون صالحة وعليها استكر الوزارة وباقي الشغلات اللي كنا نسويها قبل لأجي الجائحة إلى المملكة علاوة على الدور الرقابي لهذه الحملات يحرص أعضاء أفريقة التفتيش على توعية أصحاب المحل التجارية وإبداء الملاحظات والتوجيهات الضرورية لضمان عدم وقوع المخالفات أو تكرارها رقابة ومتابعة مستمرة من قبل أفريقة التفتيش التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة لمتابعة تنفيذ جميع القرارات الاستثنائية الصادرة لإغلاق المحال التجارية وأيضا متابعة المحال التجارية المستثنى من هذه القرارات خلال فترة مواجهة هذا الفيروس والقرارات الصادرة بهذا الشأن إضافة إلى الدور الكبير للتعاون والتفاعل المجتمعي وأيضا من أصحاب المحال التجارية لضمان تطبيق هذه الإجراءات وسلامة جميع مرتادية المحال التجارية يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين 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 شكرا